هل الرفض يظل مدى الحياة او فترة وعدي؟ اذا ما اشتغلت عليه يظل مدى الحياة يعني من العقد اللي يعني كبيرة من العقد المظلمة في الحياة اللي اذا بديتي فيها خلاص مثل الدولاب كأن موية تحطين فيها وترتد عليك وخلاص تصير زي الكارما فتستمر هذه عقدة الرفض طول الوقت تسوي شي مرفوض الناس ترفضك ترفضين خلاص كنك في هذا الدولاب اللي ما ينتهي لكن محتاج انك انت تطلعين توقفين تفهمين الموضوع تدركين القصة تشتغلين عليها ما توقف من نفسها معتقدي ان لما يجرب الشخص كل شي ولا نفع ادري ان الرسالة هي تقبل هل هذا صحيح؟ اي او لا بس السؤال مثلا على قولتك الآن مثلا انت صار لك عشرين سنة تجربين بعد عشرين سنة قلتي الآن فهمت الرسالة انها تقبل بينما في شخص معاك كان في نفس المضمار من ثاني شهر فهم الموضوع وخلص القصة من ثاني شهر لذلك هو عنده الآن ملفات في الحياة ما هي عندك لان كنت ما زلت مشغولة في هذا الملف خلا نقول مثلا اثنين من الشغلية على هدف يصوبون على هدف مؤين يبغون مثلا يدخلون للجامعة حاول حاول تجرب واسطات تجرب غش تجرب ينتظر تجرب يضيف دورات اضافية تجرب يعيد الثنوي كده يعني خلال العشرين سنة فيقابل لثاني يقول الآن عرفت علي ان اتقبل احداك يقول صباح الليل صباح الليل الحين العشرين سنة من يعوضهم من يعوضهم يعني كلامك صحيح بس من كمة اخر العشرين سنة من يعوضهم كان مفروض تكون عندك حياة كان مفروض تكون في قصص كان مفروض تكون في عمق كان مفروض تكون في ملفات فتحت ترى في اشياء ما يمكن تفتح اذا ما قلت stop next done يعني ما تقدر تفتح مشروع انت لسه متعلق انك بكرا بتسجل في الجامعة عرفت هالشعور اللي بيقبلوني ما راح يقولون لحظة ما راح يسوي هاشي تصير انت عالق في مساء او بيخطبني ولد عمي لا خنستنى وجاء عريس ممتاز لا خنستنى يمكن السنة الجاي يمكن السنة اللي بعد يمكن السنة اللي بعد ولد العم ولا على باله اصلا ولا جيت في باله ولا في خياله فالعرسان الكويسين طاروا طاروا العرسان عريس ورا عريس ورا عريس كويسين راحوا فالان بعد عشر سنوات بعد ما تزوج ولد عمي اكتشفت اني انا اتقبل وانتقلي عريس اخر صباح الليل عشر سنوات كان مفروض الان عندك بيبي وكان مفروض انت قصة اخرى وكان يمكن سويتي اشياء في حياتك وعايشي حياة ليه ليه انا فقت هالعشر سنوات لاني ما قلت done لاني ما قلت next لاني ما قلت خلاص قبول قولت عمي خلاص انتهى موضوع انتقل القصة اخرى القبول الجامعة انتهى موضوع انتقل القصة اخرى فنعم ولا لا كيف اتقبل انه ما في لا يوجد احد بظهري لما احتاج المساعدة لما ما تلقى احد في ظهرك وقت ما انت تحتاج المساعدة انت ما تحتاج احد في ظهرك انت قوي بما فيه الكفاية انك انت تشيل نفسك بس لا تقعد تقلق لكن في نفس الوقت خلك منتبه لما احد يعرض المساعدة اذا طحت وما لقيت احد وانت طايح في ظهرك معناها انت قوي بالقدر الكافي انك انت تشيل نفسك ما تحتاج الى مساعدة لكن دائما عينك واذنك وشعورك دائما مفتوح لانه في هذا الوقت متوقع انهم يظهرون للمساعدين مو يظهر شخص مساعد تسكر الباب بعدين تقول ما فيه احد تساعدني مهم انك تنتبه كيف اتقبل انه ابني عنده توحد حبيبتي انت اختبارك صعب اهي لا ما هو هين الموضوع مو سهل واذا اقولك شي بعد قد تكون هناك ابواب اغلقت حتى تتقبلين اعبغى وريك الصورة الكبيرة في كثير اشياء مقفلة حاليا لما تقررين التقبل انت المقصودة اذا فيه طفل مريض بالدرجة الاولى الام هي المقصودة طفل مريض بالدرجة الاولى انت المقصودة توحد داون اعاقة جسدية اي مشكلة طفلك مريض انت كام مقصودة بالدرجة الاولى في الموضوع تقدرين تحضرين جلسة القبول تكلمنا عن عقود القبول وهذا عقد من العقود الثقيلة في الحياة عقد ثقيل مرة مرة جدا يعني عندك الم يعني لا يتغير ما له حل مو هدف انت تبغى لا انت بلشان في قصة ما لها حل ما لها حل الا القبول ما لها حل وله سهل حتى قبولها ما هو سهل هذه مرحلة كبيرة من التطور وروحك تطلب منك انك تتطور من خلال هالقصة وعلى فكرة انت ما تختبر في اختبار ثقيل الا انت قد الاختبار ما تختبر في اختبار بهذا الحجم حجم طفل مريض الا انت قد هذا الاختبار حبيبتي اللي تقول ما اعرف اشترك كلمي لخدمة العملاء يساعدونك على كل شيء ألا حبيبتي تقول ما هي المشاعر التي تعيق وصولنا للقبول بشكل عام المشاعر السلبية وبشكل خاص الشجاعة أفعلك أفعلك الشجاعة لا 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 لسه فينا حيل عندنا طاقة خلونا نحاول خلونا نركض خلونا نجتهد لسه لا بضبط الموضوع بصلحة لازم يضبط لازم يضبط زي ما ابغى عشان كذا قلت لكم امس لازم نعرف كيف نطعم الشجاعة امير يقول انا كل ما اشوف النعم اللي عندي احس بحزن ايش يعني هذا نظف الحزن نظف الحزن قد يكون عندك تأنيب بس نظف الظاهر الحزن قد يبين بعد تأنيب اكثر سام يا حبيبتي تقول هل بالضرورة يوم نتقبل اهلنا ومعتقداتهم ومعتقداتهم يرتد قبولهم لنا تلقائي ما انتظر قبولهم لكن ممكن يرتد عليه ايجابي ممكن محتمل خلنا نقول احد الاحتمال بس مو بالضرورة مو بالضرورة لانه مرات الانعكاس هو العكس هو العكس مو شرط انه يكون يعني يبين هالقبول يبين عدم القبول مو شرط مو بالضرورة بس وارد وارد من الممكن جدا وخصوصا اذا اذا جمعنا فيها انه عندنا كارما جيدة عندنا مثل انه يمرون بالنداء الثاني والنداء الثالث يعني يكون في شوي تجردات شوي ممكن ساعد في القصة ممكن بس بعض الناس يقولك انا بسوي كذا عشان هذا يعني انا ابغى اتقبل انه الهدف ما جاء عشان يجي انا ابغى يعني اتجرد من الهدف عشان يجي انا ابغى يعني اتقبل تماما القصة اللي فيها عشان هم يتقبلوني محتمل محتمل بس يحتاجها اشياء ثانية تكون معاها بس مو بالضرورة مو بالضرورة انه هذه القصة اللي بتصيب مو بالضرورة اذا انت فكيت تتعلق بالهدف انه بيجي نعم محتمل اذا كانت فقط هذه هي المشكلة هي مشكلة التعلق بس مرات هي جوع روحية ما رح تجي اصلا ما رح تجي بس انه مضيع وقتك مرات هي قصة كارما ما رح تجي فكيت ما فكيت ما رح تجي ما هي موجودة في الطريق حقك ما هي موجودة في احتمالاتك اصلا نورة حبيبتي تقول نظفت الخوف طلع ع العار والغضب وش انظف قبل بالضرورة مم 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 ابغى اقول للغضب تعارفين ليش مع انه العار اسوأ بس انه الغضب يسوي اخطاع يسوي اخطاع مو بغىك تسوي اخطاع واذا نظفنا العار اكثر رحنا للعار ونظفنا العار بيزيد الغضب فالطريق فنظف الغضب بعدين العار هل يوجد حب روحاني بين الرجل و المرأة هل يعتبر تقبل صدمة من صدمات الطفولة يعتبر تشافي أعتبر التقبل أنه أنت تسير في طريق التشافي هذا هو التقبل تقبل أنك أنت تسير في طريق التشافي أنك تتقبل أنك تكون ثري أنك أنت تقوم تشتغل أنك تكون ثري و أنت تتقبل و أنت منزدح فتتقبل أنك أنت صدمات طفولة أنك تتقبل أنك تمر بالقصة تمر بالتشافي وما يتطلبه يتطلب ألب يتطلب تحط أشياء صعبات طاولة يتطلب تكلم كلام مؤلم يتطلب تواجه ناس كل القصة طيب نحن سؤال نبغى سؤال خمفوشاري نختم فيه يا جماعة سؤال قوي قوي تدرونش أكثر سؤال جاء اليوم أكثر سؤال جاء اليوم مرة شي مؤلم أكثر سؤال جاء اليوم كيف أتقبل أمي تقول لك أمي تقول لك أمي نرجسية أمي رفضتني أمي كانت بتسقطني واحد تقول لك تسوي رياضة بتسقطني وتقولها وتضحك أمي سوت أمي ما سوت أمي فعلت كيف أتقبل أمي ما يدرون أنهم مهمات الأمهات ما يدرون أنهم مهمات ما يدرون إذا كنتي أم تسمعين ترى أنت مرة مهمة مرة مهمة مرة مهمة بس مو مهمة أنه يعني طفلك هو يعني يدرك هاشه هو ما يدرك بس أنت معاك كل الإعدادات أنت معاك كل الإعدادات معاك كل الريموتات كنترولات والإعدادات وكل التأسيس عقد التأسيس أرجوك أرجوك شوية شوية اهتمام حلو محمد يسأل يقول لما في شخص يجب يتقبل تبعات اختيارات قبل ما ينزل للأرض يكون صعب الموضوع ناقش الموضوع في كورس جميل سؤالك يا محمد حين نلقي شخص يقول طبطا طبعا أنا مو متقبل أنا مثلا رجل أو أنا مو متقبل لم تقبل ان هذول اهلي لم يدخل اخترتهم اخترتهم ما اذكر الموضوع الفلسفية تقول هذا الكلام ما اخترت انا ما اخترت اني اجيس ليش شبتوني انا ما اخترت الموضوع هذا ليش وردتوني الان جايين تقولون لي تعلم التقبل وتقبلي وما ادري ايش انا اصلا مش جابني في القصة هذي كاملة حطيتوني في وسط هالخبط واللزق والقصة اللي ما ادري وشي وعطيتوني جنس وجنسية ولون وشكل وحجم وعائلة مادري من وين وانا سارة واصدقاء ومدرسة مادري وشنو بعدين تقولين تقبل تقبل ومطلوب مني اشتغل على كل واحد اتقبل 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 يمكن يمكن وفقا لهذه الفلسفة نحتاج نتذكر يمكن يمكن يحتاج نتذكر 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 على الاقل على الاقل نتذكر طيب يا جماعة اتقبل 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 اتقبل